تعقب التنظيمات الارهابية ومكافحة المخدرات ومنع حمل السلاح واستتباب الامن جهود تقوم بها قوات الحزام الامني في العاصمة عدن والتي اعادت الحياة الى طبيعتها بعد حملات كبيرة وناجحة قامت بها في الاوينة الاخيرة النقاط الامنية لقوات الحزام الامني في مداخل العاصمة عدن وابين ولحج والضالع تواصل جهودها الحثيثة لحفظ الامن والاستقرار في المحافظات الجنوبية حيث قامت بافشال عدد كبير من عمليات التهريب الممنوعة كان اخرها ضبط اربعة اطنان من المواد المستخدمة في تصنيع وقود الصواريخ والعبوات شديدة الانفجار كانت في طريقها للمليشيات الحثية ويبرز دور قوات الحزام الامني في ملاحقة الخلايا الارهابية التي عبثت بالامن من خلال القاء القبض على العديد من العناصر الارهابية في العاصمة عدن بعد عمليات تعقب ومداهمة طالت اوكار هذه التنظيمات مما جعلها مصدر استهداف من قبل هذه التنظيمات الارهابية وتعزيزا لحالة الامن والاستقرار ومكافحة الجريمة تقوم قوات الحزام الامني بحملات لمنع التجول بالسلاح للافراد او على متن المركبات سبقتها حملات توعوية وارشادية للسكان من مخاطر حمل السلاح والعقوبات التي قد تصل الى مصادرتها ولاقت هذه الحملات ترحيبا كبيرا في اوساط الشارع لكونها تعزز الجوانب الامنية التي تعيشها المحافظة ويراهن سكان العاصمة عدن على هذه الجهود الامنية حيث سعدت الجهود الحثيثة على اعادة مظاهر الحياة الى مدينة عدن بعد اعوام من العمل الامني الذي جعل من قوات الحزام الامني مصدر فخر واعتزاز لدى المواطنين في عموم المحافظات الجنوبية